بعد الانقلاب الأخير على الشرعية اليمنية في جنوب اليمن تصاعدت آمال الانفصاليين اليمنيين بالحصول على حلمهم في حق تقرير المصير وتصاعدت مخاوف الوحدويين من ثم على وحدة بلادهم التاريخية والسياسية وفي ظل هذه المخاوف وتلك الآمال أحببنا في هذا البرنامج أن نساهم في خلق وعي سياسي وقانوني بهذه المشكلة لدى الطرفين بحيث يفهم المواطن العادي معنى تقرير المصير في القانون الدولي ويتعرف على شروطه ومشكلاته يتعرف على معنى هذا المفهوم وتاريخ تطوره وشروط تطبيقه كل هذا سيكون حديثنا لهذا المساة فكونوا معنا حق تقرير المصير هذا المصطلح المعروف في القانون الدولي والأدبيات السياسية يفهم لدى عامة الناس فهما جزئيا غالبا ما يستخدم بمعنى حق الانفصال والاستقلال مع أن المصطلح لا يعني ذلك تحديدا وإنما يعني حق الأمة أي أمة أو أي شعب في اختيار شكل السلطة التي تريد وطريق التحقيق ذلك بحرية تامة هذا على مستوى معنى العبارة أو المصطلح أما على مستوى تطبيق هذا الحق فالأمر في غاية التعقيد والضبابية حتى لدى فقهاء القانون الدولي أنفسهم وما زال هذا المصطلح محل الخلاف بين الباحثين على معانيه التفصيلية وأشكاله التطبيقية رغم كثرة المحاولات لتعريفه وتكنينه في السكوك الدولية وهذا المصطلح له تاريخ تطوري من الجيد أن نفهمه في البداية كان تقرير المصير مجرد مبدأ من مبادئ الأمم المتحدة مبادئ ميثاك الأمم المتحدة قبل أن يصبح حقا من الحقوق في وقت اللاحق وكان هناك خلاف بين فقهاء القانون الدولي حول المبادئ ذات الأهداف السياسية في ميثاك الأمم المتحدة هل تترتب عليها على هذه المبادئ حقوق قانونية أم لا كان هذا خلاف جاري بين القانونيين فقهاء القانون الدولي وكان الاتجاه الغالب بين هؤلاء القانونيين هو أن ما ورد من مبادئ في الميثاك الأممي لا يترتب عليها واجبات قانونية سبب هذا الغموض وعدم الحسم هو أن مبادئ ميثاك الأمم المتحدة صدرت في حقبة الاستعمار الأوروبي لآسيا وأفريقيا في هذه الفترة وكان من المنطقي أن لا تحرص أوروبا على تحويلها من مبادئ إلى حقوق في ظل هيمنتها أنذاك الاستعمارية في ظل هيمنتها على الأمم المتحدة وكان من المنطقي أيضا أن يتغير الحال بعد نهاية حقبة الاستعمار الأوروب ابتداء من العام 1960 وحتى العام 1970 شهد مبدأ تقرير المصير تطورا مهما تحول معه من مبدأ إلى حق وكانت نقطة التحول الكبيرة في الموضوع قد حدثت في العام 1970 في إعلان مبادئ القانون الدولي عندما أعلن إعلان مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الدولية والتعاون الدولي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة لأن هذا الإعلان قد وسع مجال الحق يعني حق تقرير المصير وسعه بحيث يشمل حالات أخرى غير حالات التحرر من الاستعمار طبعا كان الهدف الأساس من إقرار هذا الحق هو إعطاء الشعوب التي تعرضت للاستعمار إعطائها حق تقرير مصيرها هذا كان الهدف الأساسي من المبدأ ومن الحق ولم يكن يهدف إلى إعطاء بعض الشعوب حق الانفصال عن الوطن الأم يعني فكرة الانفصال عن الوطن الأم ما كانت شواردة في ذهن القانونيين والمدونين لكن هذا الحق توسع في العام التسعمائة وسبعين بحيث يشمل حق الانفصال أيضا يعني من يريد أن ينفصل عن الوطن الأم أصبح من حقه ذلك وفقا لهذه التوسعة في عام سبعين لكن هذا بشروط خاصة جدا سنطلع عليها بعد قليل قبل أن نبدأ الحديث عن الشروط التي وضعتها الأمم المتحدة لكبول حق تقرير المصير ومدى إمكانية تطبيقها على الواقع الدولي وعلى الحالة اليمنية خاصة قبل هذا لا بد أن أنبه المشاهد الكريم إلى بعض الحقائق الحقيقة الأولى هي أن أدبيات الأمم المتحدة تميز بين نوعين من حق تقرير المصير النوع الأول يسمى حق تقرير المصير الخارجي ويكصدون به حق الاستقلال عن المحتل أو المطالبة بالانفصال عن الدولة الأم هذا الحق حق تقرير المصير الخارجي والآخر نوع الآخر حق تقرير المصير الداخلي ويكصدون به حق الشعب في اختيار شكل الدولة التي ينتمي إليها شكل الدولة لكن داخل مضلة الدولة يعني هل تكون دولة بسيطة ذات حكومة مركزية أم تكون دولة اتحادية فدرالية إلى آخر ذلك هذا معنى حق تقرير المصير الداخلي هذه هي الحقيقة الأولى الحقيقة الثانية وهي مهمة بالنسبة للجمهور اليمني الحقيقة الثانية هي أن المجتمع الدولي لا يميل إلى بناصرة النوع الأول من حق تقرير المصير يعني لا يميل إلى تأييد مطالب الانفصال عن الدولة المركزية وإنما يدعم حق تقرير المصير الداخلي يعني حق الشعوب في اختيار شكل الدولة التي تناسبهم إذا كان هناك داعي لذلك طبعا هناك العديد من الشعوب الرغبة في الانفصال عن الدولة الأم في العالم عشرات الحالات إلا أنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في العام 1945 لم تقبل الأمم المتحدة عضوية أي دولة تأسست عن طريق الانفصال الانفصال الأحادي يعني ضد إرادة الدولة الأصل يعني بدون اتفاق باستثناء حالتين تقريبا إلى الآن باستثناء حالة بنجلادش التي انفصلت عن باكستان بعد أن اعترفت بها باكستان وحالة جنوب السودان بعد أن اعترفت بها الخرطوم الأمم المتحدة اعترفت بهتين الدولتين بنجلادش وجنوب السودان بعد أن اعترفت إسلام أباد والخرطوم يعني كان لازم يكون في اتفاق على الانفصال زي الطلق في مفهوم بعض الفقاة لكن في المفهوم التقليدي عادي الرجل يطلق ويخلص وهناك العديد من الكيانات السياسية التي تتوفر فيها شروط حق تكرير المصير إلا أن الأمم المتحدة لم تعترف بهذه الدول يعني مثلا حالة مثل كردستان العراق ولا قبرص الكردية هتان حالتان فيهما كل شروط الشروط اللازمة للانفصال ومع ذلك لم يعترف بهما أحد على مستوى العالم مع أمريكا واقفا مع كردستان في هذه الأثناء وفي إسرائيل أيضا واقفا معهم ضد تركيا وضد جول الجوار ومع ذلك لم يحصلوا على كبرصة تركيا نفس الحال مختلفة كليا عن كبرصة اليونانية ومع ذلك لم تحصل على اعتراف دولي وسبب هذا الحذر من قبل المجتمع الدولي هو مبدأ السلامة الدولية هناك مبدأ اسمه مبدأ السلامة الدولية مبدأ السلامة الدولية من الناحية العلمية من الناحية العملية أهم عند المجتمع الدولي يعني أهم من مبدأ تقرير المصير بمعنى إذا وجد المجتمع الدولي أن انفصال هذا الكيان السياسي أو ذاك قد يسبب قلقاً وتهديداً للسلاب الدولي فإن المجتمع الدولي يفضل عدم الاعتراف به مادم حيسوي مشاكل فيما بعد وعيولد حروب فيما بعد وعيسوي لنا الدوشة ووجع راس فيميلون إلى أنه بلاش لن نعترف بهذا الكيان حتى لو توفرت فيه الشروط اللازمة للمطالبة بحق تقرير المصير سنأتي لهذه الشروط ونشوف هل تنطبق على الحالة اليمنية أو لا طبعاً هذا الموضوع هذا تعد معضلة أخلاقية لماذا؟ ذلك أن الإيمان بمبدأ حقوق الإنسان يكتضي الاعتراف بكل أنواع الحقوق مهما كانت النتائج وفقاً للنظريات الأخلاقية غير أن النظرية السائدة في العلاقات الدولية المسيطرة على العلاقات الدولية هي النظرية الواقعية وليس النظرية الأخلاقية النظرية الواقعية ترى أن السيادة الإقليمية أهم من حق تقرير المصير صحيح هذا حق أنه احترام ولكن السلامة الدولية وسيادة الدولة أهم ووحدة أراضيها أهم من حق تقرير المصير لفئة داخل هذه الدولة ولسان حالة المجتمع الدولي يقول لو أعطينا كل الناس حق تقرير المصير لن تبقى هناك دولة على حالها معظم الدول في العالم بما فيها روسيا وأمريكا وبريطانيا وأسبانيا وإلى آخره معظم هذه الدول لديها مشكلات من هذا النوع الناس يشتوا ينفصلوا حيتحول العالم إلى فوضى لا حدود له وهذا مثال نموذجي للتحديات التي تواجهها النظريات الأخلاقية حامة والآن ما هي الشروط التي أكرها القانون الدولي للاعتراف بحق تقرير المصير نشوف فقهاء القانون الدولي الذين سمحوا بحق الانفصال عن الدولة الأم يعني لا يمثلون أكثرية بين القانونيين هم أكلية ومع ذلك هذه الأكلية وضعت جملة شروط للكبول بهذا الحق يقولون من حق الفئة أو الشعب الذي تجتمع فيه هذه الشروط أن يطالب بالانفصال ويحصل عليه إذا استطاع لاحظوا كلمة تجتمع يعني مش يتوفر في الشرط واحد ما ينفعش يتوفر شرط أو اثنين لازم تتوفر كل الشروط مع بعض وهي أربعة شروط أساسية الشرط الأول أن يكون هناك تبييز أو استغلال ممنهج لهذه الفئة الشعبية بتتعرض لتمييز أو اضطهاد واستغلال أي تمييز من أي نوع أو استغلال ممنهج تمارسه الدولة ضد فئة من فئات الشعب هذا يوفر لهذه الفئة شرط من شروط المطالبة بالانفصال في القانون الدولي الشرط الثاني أن تكون هذه الفئة أو هذا المجتمع واضح محدد يعني له ملامح واضحة يعني يقطن بكثافة سكانية في منطقة جغرافية مترابطة وهذه الكثافة السكانية تؤيد الانفصال مثل الحالة الكردية مثلا مترابطين من في منطقة جغرافية فيها كثافة سكانية ومنطقة جغرافية مترابطة الكرد أمة لها خصوصية ثقافية لغة واحدة جغرافية واحدة ولديها رغبة في الانفصال عن الدول المجاورة لها هذا الشرط متوفر فيها بكثافة يعني ومع ذلك ما حصلت على حق تكرير المصير الشرط الثالث أن يكون الانفصال حلا يؤدي إلى منع النزاع بين الدولتين القديمة والجديدة مش يكون مشكلة ما يأسسش لمشكلة جديدة يكون حله في نفسه وكيف يعرفون أنه حل إذا اتفك الطرفان على الانفصال باتفاك ثنائي يعني بمعنى إذا كان الانفصال سيؤدي على الأرجح إلى مشاكل بين الدولتين في المستقبل فهو غير مكبوم الشرط الرابع والأخير أن تكون الحكومة المركزية متعنتة في قبول الحلول التوفيقية التي تطرح لحل مشكلة الشعب المطالب بالانفصال يعني مثلا عندنا فئة شعبية مطالبة بالانفصال الحكومة المركزية رفضت كل الحلول التوفيقية في هذه الحالة هذا شرط يوفر لهم الحق يعني ترفض الحكومة المركزية على سبيل المثال ترفض الحكومة المركزية فكرة الدولة الفدرالية لحل مشكلة الانفصال يقولوا لا نكبل لا بالانفصال ولا بالفدرالية في هذه الحالة إذا يتوفر شرط للمطالبين بالانفصال شرط قانوني هذه هي الشروط الأربعة لدى بعض القانونيين الدوليين للقبول بمطالبة بعض الشعوب بحق الانفصال عن الدولة العم طبعا من الواضح أن واضعي هذه الشروط قد راعوا حق السلامة الدولية أكثر من حق تكرير المصير وهذا يذكرني بمسألة شبيهة عادة ما أثيرها لمن يناكش مشكلة حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية يعني كأن يعطي الرجل أو يعطى الرجل بعض الامتيازات على حساب المرأة عادة نقول لهم التحيز هنا ليس لصالح الرجل تحديدا بل لصالح الأسرة مع أن التحيز في الظاهر يبدو ضد المرأة وهذا يعد ثلمة في مبدأ حقوق الإنسان التي يقدمها الإسلام للمرأة والإنسان لكن بلغة القانون الدولي الإسلام هنا متحيز لمبدأ السلامة الدولية على حساب مبدأ حقوق الإنسان الفردية وأؤكد على الفردية هنا مبدأ السلامة الدولية هنا يعني مبدأ السلامة الأسرية أؤكد على مبدأ الفردية لأن الحفاظ على السلامة العامة في الدولة أو في الأسرة هو حفاظ على حقوق الإنسان أيضاً بطريقة ما لأنه هنا يراعي البعد الجماعي في هذه الحقوق لكن ليس على طريقة المعسكر الاشتراكي الذي كان يؤكد على البعد الجماعي في الحقوق طوال الوقت ضد البعد الفردي يعني الفردي الظلم في هذه العمل يلا في توازن هنا في هذه الحسبة وقد شهدت الأمم المتحدة في خمسينيات وستينيات القرن الماضي شهدت صراعاً بين المعسكرين الشرقي والغربي حول هذه المسألة المعسكر الغربي الليبرالي كان يتحدث فقط عن الحقوق الليبرالية الفردية حقوق الفرد يعني حقوق ما قبل بجيء الدولة المدنية والسياسية والمعسكر الاشتراكي كان يتحدث فقط عن الحقوق الجماعية للشعوب يعني حقوق ما بعد نشوء الدولة وانتهى الأمر بأن أكرت الأمم المتحدة النوعين من الحقوق وهكذا أصبح لدينا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية اللي جابتها الكتلة الليبرالية في الأمم المتحدة والعهد الدولي للحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية اللي قدمتها الكتلة الاشتراكية طيب هذه كانت فذلة كبسيطة أو بجرد يعني فلسفة للموضوع بشكل بسيط الآن نرجع لي كيف نسقط هذه الشروط الأربعة على الحالة اليمينية ونشوف هل تتوفر للحالة الانفصالية في جنوب اليمن أو لا تتوفر نشوف اليمن هو الاسم الذي يطلق تاريخيا على النطاق الجغرافي الممتد من ساحل البحر الأحمر جنوبا جنوب شبه الجزيرة يعني إلى حدود عمان بدون ما نضع حدود واضحة لهذا لهذا في حضر موت قائلا له دمون دمون إنه لا يقول تطاول الليل علينا دمون دمون إنه معشر يمانون وإننا لأهلنا محبون يعني مش من الأحزمة الأمنية ولا من النخب ولا من النخب اللي وضعها بالزايد امرأ القيس قبل الإسلام بعشرات السنين يقول نحن يمنيون لو سمعها الحزام الأمني لألقى عليه القبض وسحل في شوارع المكلة والطريف أيضا وهذه مفاركات أن أول شاهد أثري حصلناه لدولة حمير في العصر الحديث وجد في حضر موت يعني أول شهادة تاريخية على اعتبار حضر موت جزء من اليمن وأول شاهد أثري حصلناه يثبت أن حضر موت كانت امتداد لدولة حمير في وقت من الأوقات كل هذه الشوائط جاءت من حضر موت مش من أي منطقة أخرى حدث ما حدث وجاء الاستعمار البريطاني وكسم الوطن العربي إلى دول بالمصطرة كذا في الورق بالمصطرة هذا نسميه العراق هذا نسميه مصر هذا نسميه كذا ووضع حدود سياسية بين اليمنيين لم يعترف بها اليمنيون طوال الوقت حتى تجاوزوها في العام 1990 الآن هناك من يطالب بالانفصال عن اليمن الواحد لأسباب كانت مفهومة قبل ثورة 2011 كان في تعسف من كبل النظام الحاكم في صنعه ضد إخواننا في الجنوب كان هذا المبرر مفهوم وواضح وإحنا كلنا كنا نراعي هذا وصنعنا ثورة من أجله ومن أجل أشياء أخرى كان هذا مفهوم إلى ما قبل مؤتمر الحوار الوطني والانفصال هذه المرة لا يعقض شكل الانفصال السياسي فحسب الانفصاليون الآن في الجنوب يريدون انفصالا من نوع جديد انفصال عن الكيان السياسي وانفصال عن الكيان التاريخي عن اليمن نفسه عن اليمن ككيان تاريخي عن الهوية اليمنية نفسها يتحدثون عن جنوب عربي لا عن يمن طبعا من سوء حظهم لم يجدوا أي مستنى التاريخي يدعم هذا المطلب سوى ما وفره الاستعمار البريطاني لفترة وجيزة لسنوات محدودة تحت مسمى إمارات الجنوب العربي وأسوأ من هذا أن الشروط التي وضعها فقهاء القانون الدولي للمطالبة بالانفصال أي انفصال هذه الشروط لا تتوفر في حالة الانفصالين اليمنيين بعد أن الحق الانفصال حق من حقوق الإنسان لكن نحن نقول هنا المشكلة ليست سهلة حتى نتعامل معها بهذه البساطة لا الانفصال سيؤدي إلى مشكلات على الشماليين والجنوبين لسنوات يعلم الله قدرها يعني دخول الحمام مش زي خروجه يعني زي ما بيقول المسألة هذه زي مسألة الطلاق في الأسرة لا بد ما تكون بترتيبات بين الطرفين لأنه في عيال وفي مشاكل وحيترتب عليها مسائل قانونية خلونا نشوف الشرط الأول أو نشوف الشرط الأول من شروط القانون الدولي هل هناك تمييز عرقي أو تمييز مناطقي ضد أبناء الجنوب من قبل الدولة اليمنية وبقية اليمنيين هل هناك استغلال ممنهج لهم لا أحد يستطيع الحديث عن هذا لأنه كانت هناك سياسات ظالمة من قبل النظام السابق نظام علي صالح لجميع اليمنيين مش لطرف واحد لجميع اليمنيين حتى سنحان نفسها لو زرته سنحان اللي هي مسكت راس علي عبدالله صالح هتشوفوها حالتها حالها لا مدارس لا مستشفيات لا طرق مرصوفة الناس عاد شوفوهم مثلكم مثلها مثل الناس كلهم في العمران نفسها وحاشد نفسها اللي كانت بتحكم البلد وضعها زي ما انتم شايفين سواوا زيارة العمران وتو عاد شوفوه كيف كان وضع الناس يعني ما كانش فيه تمييز متعمد ضد فئة محددة بكدر ما هو تمييز ضد جميع اليمنيين وقليل يعني كان فيه اضطهاد ممنهج من قبل علي عبدالله صالح لفئة من العسكريين في جنوب اليمن لكنها لا تصل لحد التمييز والاستغلال في العرف الدولي هذا الشرط اذا غير منطبق على الحالة في الجنوب الشرط الرابع نكفز على طول الشرط الرابع الشرط الرابع ايضا غير متوفر يعني ليس هناك دولة يمنية ترفض الحلول التوفيقية بين الطرفين النزاع بين الانفصالين والوحدويين قامت ثورة فبراير ثورة يمنية كبيرة طوت صفحة مظالم علي صالح وقوضت نظامه وانتهت بمسودة دستور دولة اتحادية جديدة يتمتع فيها الجنوب وغير من الاتجاهات بحكم ذاتي بمواصفات خمسة نجوم اذا الشرط الرابع لا يتوفر ما فيش تعنط من قبل اليمنيين في حل مشكلة الدولة المركزية الشرط الثالث كذلك غير متوفر الانفصال باستعمال القوة يشبه الوحدة باستعمال القوة لن يؤدي كلاهما إلى استقرار إقليمي ودولي وهذا يعني أن ثلاثة شروط على الأكل من أصل أربعة لم تتوفر في الحالة الانفصالية اليمنية لكي يتعاطف معها الجميع أو لكي يتعاطف معها المجتمع الدولي ويعترف بما تريد لكن طبعا هذا لا يعني أن الوحدة محفوظة بالعناية الدولية ما حدر كان على المجتمع الدولي نحن نعلم أن مصطلح الدول الكبرى أو المجتمع الدولي نحن نعرف أن مصالح الدول الكبرى هي التي تحكم المشهد وليس العهود الدولية والمواثيك الدولية ومن ثم ينبغي أن نسأل أنفسنا ما هي مصالح الدول الكبرى في الوحدة أو في الانفصال هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يناقش أولا ما هي الدول الكبرى المعنية بالوضع في اليمن هل هناك غير أمريكا وبريطانيا أظن لا يوجد الصين مشغولة بحالها وروسيا ليس لديه ماء جندة في اليمن لأن منطقة شبه الجزيرة العربية من زمان تقع تحت النصاية الأمريكية والبريطانية إلى حد ما وبنثب فإن السؤال هو هل من مصلحة أمريكا وبريطانيا بقاء الوحدة اليمنية أم الانفصال نطرح السؤال بطريقة أخرى هل لهذه الدول مصلحة في تشضي اليمن لو رجعنا إلى الوراء قليلا وراجعنا دور البلدين في الأزمة اليمنية منذ سبتمبر 2014 وحتى ما قبلها من 2011 لو راجعنا دور هذين البلدين أو الدولتين حتى الآن سنخرج بنتيجة تقول أن أمريكا انشغلت خلال الفترة الماضية بشمال اليمن وبريطانيا انشغلت بجنوب اليمن أمريكا قدمت للحوثي الضوء الأخضر لاجتياح الشمال بغرض القضاء على حزب الإصلاح وإحباط الثورة اليمنية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي توافقت عليها القوى الوطنية طبعا هذا الكلام ليس مجرد استنتاج فقط وإنما هو معلومة كدمها لنا ضابط المخابرات السعودي الشهير أنور عشقي أنور عشقي هذا هو أكثر شخص كدم لنا معلومات عن المخططات السرية في الأزمة اليمنية قال في إحدى مقابلاته التلفزيونية أن خلافا وقع بين السعودية وأمريكا على طريقة إدارة الأزمة في اليمن كان رأي الأمريكان أن يتم دعم الحوثيين للقضاء على الإرهابيين طبعا الإرهابيون هنا المقصود بهم الإخوان طبعا لأن الإرهاب الحقيقي لا يستحك كل هذا المخاطرة ودعم الحوثي لأن الدولة قادرة على مواجهة الإرهاب العادي هذا أما الإخوان فلن يسحقهم سوى فصيل ديني مثلهم الإرهاب المكان المقصود في الذهن الأمريكي هو الإخوان الإصلاح هذا كان رأي الأمريكان أما رأي السعوديين فكان أكثر مكرا قال السعوديون الأفضل أن ندعم الحكومة الشرعية أبد ربو والذين معه ونضرب بالحكومة الشرعية نضرب الطرفين الحوثي والإصلاح طبعا أنور عشقي لم يذكر الإصلاح في كلامه وإنما ذكر الإرهاب لأن الإصلاح أصبح مختبئ تحت لواء الشرعية ولا يريد عشقي في آنذاك لما صرح أن يفسد الأمر على التحالف بذكر الإصلاح كان النظام السعودي يخطط يخطط لصدام كبير بين الحوثي والإصلاح في عمران ولهذا وصلوا الحوثي إلى عمران كلهم الأمريكان والسعوديين والخليج لكن المخطط فشل بسبب انسحاب الإصلاح من المواجهة الشاملة وكانت المخابرات السعودية تدير عبد الرب منصور في هذه الأثناء وتملي عليه التوجيهات ولذلك خرج يقول أن عمران قد عادت إلى أحضان الدولة في هذه الحالة تصريح عبد الرب هنا لم يأتي من فراغ بل تلبية لرغبة الكفيل الإقليمي والكفيل الدولي الكبير لكفيل الكفيل دخل الحوثي صنعاء وسفراء الدول الأجنبية في غاية الانطمئنان والانبساط ولا في أي كلك ولا في أي خوف من اجتياح الدولة وسقوطها لماذا؟ لأن الجميع كانوا يدركون أن اجتياح الحوثي للشمال كان بضوء أخضر أمريكي مرتب مع دول بعينها وعلي عبدالل الصالح أشار في إحدى مقابلاته من قبل عن دور أمريكا الخفي في رعاية الحوثيين أو عدم المساس بهم لما صرح علي عبدالل الصالح أن الأمريكان منعوه من استخدام بعض الصلاح الحرس الجمهوري ضد الحوثيين في صعدة الأمريكان كانوا متوقعين أن الحوثي هذا يمكن أن يكون أداة جيدة لسحك فصيل معين في اليمن كان فعلا علي عبدالل الصالح بهذا التصريح يريد إدانة الأمريكان الذين خذلوه أكثر من ما يدين الحوثيين كان متوقع بأنهم ينصروا في فترة ما لكنهم خذلوه عموما تعالوا نستمع إلى كلام أنور عشقي عن الخلاف السعودي الأمريكي حول إدارة الأزمة في اليمن ونستنتج ما بين السطور بأنفسنا الموقف الأمريكي في طبعا العاصفة واضح جدا كان الموقف الأمريكي يريد أن يضرب الإرهاب بالإرهاب والمملكة العربية السعودية قالت للقيادة الأمريكية أن هذا هو خطأ كبير لأنه يحدث فتنة كبيرة وأنه يجب أن يضرب الإرهاب بالشرعية والديمقراطية وبالعدالة لكن ولاية المتحدة الأمريكية وقد قالها الرئيس الأمريكي في تخرج الطلاب العسكريين من الويست بوينت حينما بيّن لهم سياسته والقائمة على عشر بنود قال في البند الرابع بالضبط قال فيه من جاحد الذي كان يتناول الإرهاب لقد دعمنا اللحوثيين لضرب الإرهابيين لكن وجد الأمريكان أن رأية المملكة العربية السعودية هي التي كانت صحيحة حينما وجدوا العوثيين وقد بدأوا يسيطرون على الحكم حتى ولاية المتحدة الأمريكية منعتهم لكنهم لم يمتنعوا وأرادوا أن يضعوا العالم كله أمام الأمر الواقع ويسيطروا على الحكمهم وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح لكن وقتها أدركت الولايات المتحدة الأمريكية أن المملكة العربية السعودية على حق وأن سياستها حق فلهذا الآن هي تقوم بدعم المملكة العربية السعودية في هذه العملية والمملكة العربية السعودية لم تطلب من الولايات المتحدة الأمريكية دعما وبشكل خاص الجانب العسكري لأنها لا تريد أن تدول هذه القضية وإنما تجعلها في الإطار العربي والإطار الإسلامي وبالفعل المملكة العربية السعودية غافقت أولاية المتحدة الأمريكية هذا بالنسبة لموقف الأمريكان من القضية اليمنية الراهنة واضح أنهم لا يبالون بأي شيء سوى إحباط مشروع الثورة اليمنية وسحق القوى الفاعلة فيها والحوثي كان أداة مناسبة لهذا كله فضلا عن أنه يعد وسيلا ممتازا للضغط على المملكة السعودية حتى تظل تحت الابتزاز الأمريكي الكامل أما بالنسبة للموقف البريطاني فهو مشغول أكثر بمستعمرته الكديمة في جنوب اليمن وقد قدمت في حلقة سابقة شهادة سياسي يمني أعرفه شخصيا نقلها من حوار جرى بينه وبين زميله يعني عضو مجلس نواب معروف جرى بين هذا العضو وبين سفيرة بريطانيا أو مسؤولة في الخارجية الأمريكية على ما أظن في الخارجية البريطانية عفوا عندما سألها عضو مجلس النواب اليمني لماذا لا نرى دورا لبريطانيا في المشكلة اليمنية فردت عليها هذه المسؤولة في الخارجية البريطانية قالت من قال إن بريطانيا غائبة عند المشهد اليمني بريطانيا حاضرة لكن من خلال دولة الإمارات لأن بريطانيا لا تستطيع أن تتدخل بشكل صريح في اليمن طبعا كلام المسؤولة البريطانية هذه واضح وقرأ إنه وأثاره واضحة لا ننسى أنه من يدير محمد بن زايد هو مستشاره ووزير خارجية بريطانيا السابق توني بلير يعني أصابع بريطانيا حاضرة في شغل الإمارات توني بلير هو الذي شارك في إسكاط العراق مع جورج بوش هذا هو مستشار بن زايد وأثره البريطانيين واضح تماما في سياسة نظام الإمارات هناك شغل إماراتي مرتب لا يقدر عليه العرب عادة هذا الشغل بريطاني تخطيط وتنظيم وإدارة بارعة في تحقيق الأهداف والسيطرة هذا كله لا يمكن أن يصطر عن أعراب الإمارات وحدهم من الواضح أن في الكواليس خبراء وخبرات لدول استعمارية كبيرة حتى تسمية الأحزمة الأمنية هذه التي أطلقها الإماراتيون على ميليشياتهم في الجنوب هي تسمية بريطانية كديمة من أيام الاستعمار البريطاني ولا يجوز أن نستبعد هذا الدور البريطاني ونظن أن بريطانيا قد أقلعت عن عادتها الكديمة يعني يقولون في المثل العربي ولم وخزة يعني العاهرة إذا تابت تتحول إلى كوادة وهذا بالضبط ما تفعله بريطانيا في الإمارات هي تشتغل في الكوادة الآن ثم إن البريطانيين اليوم يحنون إلى أمجادهم الاستعمارية السابقة وقد عرضت في حلقة السابقة التصريح لرئيس وزراء بريطانيا الحالي عندما كان وزير خارجية لبريطانيا في العام 2017 عرضنا لكلام في حديثه أمام مجلس العموم البريطاني وهو يتحسر على الماضي الاستعماري لبريطانيا ويقول إن بريطانيا قد انحطط بعد الحرب العالمية الثانية وضاق أفقها بعد أن كانت تهيمن على نصف العالم 170 دولة قال ويدعو بلغة دبلوماسية تخفي حنينا استعماريا يدعو إلى أن تمد بريطانيا يدها مرة أخرى إلى العالم حسب تعبيره وتتوسع عسكريا كما يقول قال علينا أن نتوسع عسكريا نحن الآن موجودين في 80 دولة وعلينا أن نتوسع أكثر نقول هذا مع أنه نعرف أنه صدر بيان للبريطانيين بأنهم مع الوحدة اليمنية لكن خلونا نكمل كلامنا تعالوا نجتمع إلى رئيس وزراء بريطانيا مرة أخرى وهو يتحدث عن طموحات بريطانيا لنفهم ما الذي تريده بريطانيا في اليمن أفكر في 198 دولة في الأمم المتحدة اشتحناها خلال مئات السن الماضية 170 منها أعتقد أن جيلي ترعرع وشعر أن تلك الأيام كانت على نحن الرحيم خلفنا بعيدا عنها ولكن بريطانيا هي الآن تلجو فترة ربما انحطاط تقوقع وأفقها يتقزم إذا ما صح التهبير ابتداء من الحرب العالمية الثانية واليوم نحن في عام 2017 وبطبيعة الحال نحن الآن نريد لهذا الأفق أن يتوسع نريد أن نمد أذراتنا إلى العالم نحن لا نريد أن نراوح مكاننا ولا نريد أن ننتمي إلى مجموعة ثماني الكبار أو الخمسة زائد واحد فقط نقول أن الجيش البريطاني على سبيل المثال موجود في ثمانين دولة في العالم وأعتقد أن الفرسيين والآن ما الذي نستنتجه من دور كل من أمريكا وبريطانيا في أزمتنا اليمنية على ضوء ما عرفنا من توجهات للدولتين الكبريين بالتأكيد أمريكا وبريطانيا لا تفكرا باحتلال اليمن وعودة الاستعمار بشكله الكديم هذا أمر مفروغ منه نحن لا نقول ذلك لأنه الزمن تجاوز هذا النوع من الاستعمار إنما يمكننا أن نستنتج رغبة بريطانيا في الحصول على بعض الامتيازات في جنوب اليمن وخاصة في ميناء عدن وجزيرة سقطرة على ضوء الصراع مع الصين بالشراكة طبعا مع ربيبتها الإمارات وهذا غير مستبعد أبدا لكن لو صحت هذه الرغبة لدى بريطانيا فإن هذا لا يعني أنها بالضرورة ستؤيد حق الانفصال كما يدعو له أبناء الأحزمة الأمنية لأن الانفصال ليس شرطا في الحصول على الامتيازات التي تريدها بريطانيا في الجنوب ما يمكن تحصل على نفس الامتيازات بدون انفصال ما دام أن شكل الدولة الاتحادية الفيدرالية يغني عن ذلك نحن بنقول له ماذا الكبس عشان يهدأوا ومن ثم فلن نتوقع أن تؤيد بريطانيا حق الانفصال في الجنوب وكذلك الحال مع أمريكا إلا إذا كان لدى أمريكا أهداف سرية مع إيران في المنطقة بحيث تمنح شمال اليمن للحوثي بغرض تفتيت المملكة السعودية لأنه ما في شذبك الحوثي معناها تفتيت المملكة في المستقبل إلا إذا حيحطوه داخل صنعها وضواحيها أما لو أعطوه حدود إلى حدود السعودية فالآخر سيختلف إذن أمريكا ربما تريد ترتيب الحدود وصناعة الدول في شبه الجزيرة العربية بالتنسيق مع إيران تنسيق غير مباشر مش شرط يكون مباشر يعني لكن هذا أيضا يبدو مآلا بعيدا ومن ثم فعل الأخوة الانفصالين في الجنوب أن لا يعولوا كثيرا على المجتمع الدولي في مساعدتهم للحصول على هذا المطلب وهذه هي الخلاصة خير لهم أن يفكروا في ضمانات لدولة يمنية فيدرالية موحدة تخدم جميع اليمنيين في المستقبل وتغلق إلى الأبد أبواب الصراع المحتمل بين البلدين في المستقبل لأنه لا بد أن ينشب في أي وقت وأن يقلعوا عن تعاطي الأحلام الطباوية التي تؤدي غالبا إلى كوابيس في الواقع كما تقول الشواهد الواقعية والتاريخية والنماذج أمامنا كثيرة ومر من جنوب السودان إلى باكستان وكضايا كشمير باكستان والهند يعني إلى الكوريتين الشمالية والجنوبية إلى تايوان والصين إلى أكراد المنطقة الشواهد كثيرة اللحظة التاريخية الراهنة تحتاج إلى عكل أكثر من العاطفة والجنوبيون تحديدا بحاجة هذه المرة إلى عكل بارد لأنهم طوال تاريخهم والسياسي السابق كانوا ضحايا للعكل العاطفي المثالي للأحلام الطباوية بالبداية أحلام الجبهة القومية وبعدين أحلام الجنة الاشتراكية وبعدين جت أحلام النفط والدولة الصغيرة الثرية هي أحلام النفط يتوقعون أنه ممكن يتحول إلى دولة خليجية هذه الأحلام كلها هي اللي ساكتهم إلى سلسلة من الأخطاء التاريخية الآن إخواننا في الجنوب بحاجة إلى عقل هادئ بارد يرتب لمصالحهم ومصالح اليمن بشكل عام والأيام دول لن يظل الخليج خليجا ولن تظل الأمور إلى مالا نهاية إلى هنا تنتهي حلقة اليوم ألقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر